اشتركوا في القناة فبعد تحققك من معلومات هذا المشتري فسأريك الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها بالترتيب الآن بعد الحصول على أول مبيعة فالشيء المهم الذي يجب عليك أن تقوم به هو أن تذهب إلى جوجل درايف وتنشئ حساب فبالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ما هو جوجل درايف هو عبارة عن مساحة مجانية تقوم جوجل بمنحها للأشخاص الذين يمتلكون حساب عندها وبالتالي فهذا الحساب يمكن أن تخزن فيه معلوماتك الشخصية والولوج إليها في أي منطقة في العالم المهم أن تكون متوفرة الأنترنت فتستطيع للوج لهذه المعلومات فمثلا هنا ندخل إلى جوجل درايف يجب عليك أن تنشئ حساب جديد في جوجل درايف ثم تقوم بالدهاب إلى هذه الخانة جديد ثم تقوم بتحميل الملف هذا الملف هو عبارة عن الكتاب الذي تريد أن تبيعه أو الذي أدتك منه المبيع هذه هي الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية تذهب إلى ميغا كذلك وتنشئ حساب كذلك ثم تقوم بتحميل نفس الكتاب كذلك على ميغا ثم تحتفظ بهذين الرابطين فأولا نتجه إلى حساب إيبي ثم ندخل إلى مي إيبي سيلين أسفل اليسار ندخل إلى آل سيلين ثم أسفل القائمة هنا نتجه إلى سولد آيتمز هنا نجد جميع المبيعات التي قمنا بها ندخل إلى آخر مبيعات هنا من هذه الخانة فتظهر لنا هذه الواجهة أولا Print Shipping Label هذه لا تهمنا لأننا نتحدث هنا على Physical Product هنا تعطينا معلومات على المنتوج عنوان المشتري عدد الكمية التي اقتنىها المشتري لكن لا تهمنا نحن في الديجيطال ثم هنا View Order Detail كذلك عند الدخول إليها تعطينا معلومات عن هذه المبيعات لا تهمنا كذلك فانتبع معي يا خي الكريم ثم هنا View PayPal Transaction هذه تعني كذلك عند الدخول إليها تحول المبشرة إلى PayPal خاص بنا وهناك نجد مجموعة من المعلومات عن المشتري وعن كمية المنتجات التي اشترها والثمن الخاص بهذه الصفقة التي حول إلى حسابنا ثم الأهم في هذا هو Contact Buyer فندخل لهذه الخانة ومباشرة نجد مكان لإرسال الرسالة إلى المشتري وهذا ما يهمنا في هذا الدرس أخي الكريم فهذه عبارة عن رسالة أشتغل بها شخصيا يمكنك أن تقوم بنسخها أو يمكنك أن تستعمل رسالة خاصة بك فأخي الكريم هذه رسالة تعني بأنك تشكر المشتري على شرائه من متجرك ثم تجد رابط الأول والرابط الثاني في حالة لم يستغل هذا الرابط الخاص بGoogle Drive فهو ينتقل مباشرة إلى لينك آخر خاص بميجا حتى لا يتعدر عليه تحميل الكتاب ثم نقوم هنا بإخباره فإن كان هناك تساؤل أو مشكل يخص هذا الكتاب ما عليه إلا مرسالتنا ثم تضع الجمع الأرخاص بك هنا وأخيرا تطلب منه أن يقوم بإعطاءك تقييم إيجابيا يعني Positive Feedback حتى تكون لديك مصدقية عند المشترين فعند دخول الزبون ومشاهدة أن المشترين الذين شروا هذا المنتوج راضون عن الخدمة فمباشرة يقومون بالشراء من عندك ثم أخيرا تضع له Store أي المتجر الخاص بك أو لينك المتجر الخاص بك ثم نتمم العملية وندب إلى Mark as Shipped هذه كذلك أخي الكريم مهمة نقوم بالضغط عليها حتى تتحول إلى Mark Shipped يعني بأنك قمت بشحن المنتوج فتظهر عند eBay ثم تظهر عند المشتري ولا يكون هناك أي مشكلة بعدها نجد هذه الخانة Cancel Order هنا في حالة أن المنتوج لم يعد متوفر لديك فهنا تقوم بإلغاء المبيعات يعطوك بعض المعلومات لتقوم بملئها أنت تقوم بملئها حسب السبب الذي جعلك تلغي هذه المبيعات ثم هنا Report Dispair في حين أنك واجهت مشكل مع المشتري أو ظهر لك أن هذا المشتري محتل ما عليك إلا بالضغط على هذه الخانة تظهر عند eBay ثم يقومون بالتحقق من هوية هذا المشتري أو هل كان لديه سوابق مع مشتري آخرين يعني إن كان محتل فسوف يقومون بإلغاء حسابه وصلنا إلى نهاية الدرس لا تنسوا إخواني بدعم القناة بالاشتراك ثم ضغط على زر جيد ثم تفعيل الجرس ليصلك الجديد دائما ولا تنسونا بخالص دعائكم شكرا لكم وإلى اللقاء